كشفت دجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله أريد في بداية هذه الحصة أن أترحم على الشاب الضحية الحافظ لكتاب الله تعالى بل حرب أيوب من ولاية ميلا الذي قتل في جيجل بطريقة بشعة بعد تعرضه لطعانات قاتلة بسلاح أبيض وجاهها له أحد الشباب بالقرب من الحي الجامع تاسوس ثلاثة بولاية جيجل علىه قتله من أجل الاستيلاء على هاتفه النقال دفين ليلة أول أمس بمقبرة مدينة زغاية غرب مدينة ميلا كان هذا الشاب الحربي أيوب كان يأم المصلين في الحي الجامع بجيجل ويصلي بهم صلاة التراويح رحمك الله رحمك الله ورزق أهلك الصبر والسلوان هاقد أنه قعده كل يوم نحسبه القتلى لأن حكم الإعدام لا ينفذ واحد ما راه خايف الضحية خايف القتال ماشي خايف هاو جاء قتله بش يدينه الهاتف في الجوال لو كان هذا القتال شاف بالإكاين واحد من المجرمين أعدي ما كان يروح يجرأ يقتل شاب في الجامعة خارج من الجامعة يقتله بش يدينه الهاتف في الجوال عظم الله أجركم يا أهل مدينة زغاية عظم الله أجركم يا أهل ميلا عظم الله أجر الشعب الجزائري وعظم الله أجر الأمة الإسلامية وربي يرزق باباه وإماه وخوته الصبر والسلوان حسبنا الله ونعم الوكيل سائلة من الجنوب الجزائري تقول أنا فتاة من الجنوب عاملة في سلك الجمارك سمح لنا بارتداء الخمار مع اللباس الخاص بالجمارك لكن حاليا جاء مسؤول جديد ورفض ارتداء الخمار ومنعنا من ارتداء الخمار ولم يسمح بذلك فما حكم هذا المسؤول في الشريعة الإسلامية يعني يا مسؤول اتق الله ملقع المشاكل يا راهي في الجنوب ملقع المشاكل يا راهي في الجنوب ما صبت حتى خدمة غير تروح لبنات تتع الجمارك دائرين خمار ويخدموا خدمتهم فاسترت عربي جاي تمنعهم الخمار هذا هو يصبح خدمة هذا وش عندك خدمة غير بنات المسلمين تمنعهم الخمار الله يهديك ويتوب عليك اسمع يا مسؤول إذا رأك تسمع اسمع قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنتين المؤمن والمؤمنة إذا ربي يحكم بحاجة ما عندهمش خيار ما يجيش هو هذا المسؤول برأسه وقال نحي والخمار ما تنحوش الخمار يروح المسؤول ويروح المسؤول لي فوق هذا المسؤول ويبقى الخمار لأنها مسلمة أي تخدم في خدمتها الله يهديك خليوا الناس لدينهم خليوا الناس يطيعوا ربي هذا هو الصبت خدمة الجانوب راهي فيه كورت ناس بلا خدمة ناس يعني ضائعين صحيا ضائعين كل حاجة هذا هو الصبت خدمة المسؤول هذا اسمع يا مسؤول أمر الله تبارك وتعالى النساء بالحجاب ما تقدرس تجي تلغي حكم الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمع واش قال ربي وقل للمؤمنات يغضذن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها اسمع يا مسؤول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن يدنين عليهن من جلاب بهن هذا الحجاب هذا حكم الله ماشي حاجة هي تحب لما تحبش هذه حاجة عربي كما الصلاة كما الزكاة كما الصوم كما الحج يقدر مسؤول يمنع الصوم ما يقدرش وين هذه يقدر يمنع الزكاة يقدر يمنع الحج هذه حاجة عربي المؤمنة عربي يزاد لها حاجة قالها لبسي الحجاب هو لي قالها ما عندهاش خيار ما شي تحب له ما تحبش خليه الجمهوركيات يبسوا الخمار يا عبد ربي لأنك لما تمنحها من الخمار معنتها فرض تعليهات عصي ربي وانت إنسان مؤمن تقدر انت تقابل ربي وتقول له أنا يا أنا يا لأمرتها باش نحي الخمار وتوقف قد قدام بين يدي الله خليهم حتى الشرطيات بلك تجيكم مفاجأة نقول لكم بل لأغلب الشرطيات متحجبات وهذه الحقيقة وأنا أعرف هذا أغلب الشرطيات متحجبات تجيب الحجاب التاحة تلبس الليباس على الشرطة ولا شي يأكيد خلت تلبس حجابها راهم في حصلة ديروا لهم لباس خاص بهم تقول لي طايعا ربي وتخدم في الإحلال طايعا ربي وراي في الإحلال وأجرة إحلال وربي راضي عليها ووالدها راضي عليها والممني راضي عليها ورجلها راضي عليها وليس الذكر كالأنثة ثم دارين رجال كيما انسى قاكف كيف حسبونا الله ونعم الوكيل اسمع يا المسؤول اللي يتوح للبنات على الجمال يكتمنحهم من الغمار اسمع واش يقول ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم واش يدعوا المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا ما كاش نقل سمعنا وأطعنا راح تلاقش ربي راح تقول له يا ربي إعلاه أنت أخلقتنا وقلتنا باللمراد الخيمار واش تكون انت واش تكون خاف ربي يا مسؤول إن الله قادر عليك والله غيراني نصحك من قلبي أنا مش يعني معارض سياسي ولا ولكنني عبلي خطيرا لأنك قدرت رعك في مواجهة الله وربي قادر عليك قادر عليك ركوال انت ركوال في ميزان الله طبارك وتعالى ملاك سمعت المؤمن يقول سمعنا وأطعنا وانت يا انت يا أيتها الجمهور ما تنحيش خيمارك مهما كان التهديل والتخويف وراكم يا البرلمانيين تعالجنوب وش أكود ديرو وراكم يا البرلمانيين تعالجنوب ياللي وعدتوا الشعب باللي يدافعوا على الحقوق انتاعوا راكم في البرلمان وش أكود ديرو روح يتصلي بالبرلماني تعالجنوب حمله مسئولية باش يدافع عليك وراكم يا نقابة الجمارك باش يدافعوا على هذا النساء ليراهم مظلومات يجي مسئول يبعتوه باش يخدم البلاد يروح أول خطوة روح اللي بنات المساكن نحيو الخيمة جاتك سهلة جاتك سهلة الرجال الرجال يحروا في تيغن تورين وانت تحرر فيها من قطعة عقوماش يا أخي مسئول يا أخي ما اطيعيش لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الله يسهل عليه هذه عمراء تقول سلام عليكم يا شيخ وعليك السلام أنا فاتت من ورقلة صمراء جامعية أريد أن تساعدني في البحث على زوج صالح بشرط أن يكون من الهند أعوذ بالله أعوذ بالله لا حول ولا قوته إلا بالله لا حول ولا من الهند ما صبت يشجع أولاد ورقلة ما أعجبوكش أنا فاتت من ورقلة صمراء جامعية أريدك أن تساعدني في البحث على زوج صالح من الهند زوج صالح نصيبه لك في الهند أريد أن أكمل ما تبقى من حياتي في الخارج وجزاك الله خيرا نجيبه لك جانيته يتزوج بك جانيته هو لي ولملك يعني ولاد ورقلة ما أعجبوكش ولاد جانت ما أعجبوكش ولاد طامن أرص ما أعجبوكش ولاد الجانب ما أعجبوكش ولاد الشمال ما أعجبوكش أرجل تعجزائر تعلمرور تعطونس تعليبيا تعالكويت تعماصر المسلمين في اندونيزيا في ماليزيا وين رايحة للهند يا سبحان الله وقيل اشبعت انت من الحمت على البقرة الهندية وقيل اكبرت مع الافلامت عجانيته على بيها لصنقلك هذا الراجل تعالهند ونزيدنا لنعاونك الله يا اهديك يا اختي يا اوتو قعدي في جزايا هنا مكان لاهند الاولو لو يجي خطبك واحده يدك الله يا اهديك بنات جزايا واحده جيبه لي من الهند لخره جيبه لي من سيري لانكا وين ما عمر لكم شعينيكم ارجال في حولة اجزايا ولا تحوسي طحيل الهند فالهند واحد ما على باله وشكاين وشاكي دايرا يمك وبابك نهار يحب يزورك لازم يقبل طيارة للهند نهار اشلك الهندي يعطيك طريحة يعطيك طريحة تقبلي طيارة باش تجي الحتة الورقلة الله يهديك هذا امر لجميع الشكان الورقلة ما كانش مدخلاش تخرج لا فيسا لا باسبورن تقعد فيه الورقلة سائلة تقول زوجي يهجر في راشة الزوجية فهل انا مطلقة لا اذا الزوج اهجر الزوج انتاعه في راشة الزوجية هذا ليس طلاق هذا عقوبة او زعفة انا ويعاقبها ولكن ليس طلاق ولو عشرين سنة ماهوش طلاق الطلاق لا يقع الا اذا تلفظ الزوج بطلاق مدام راجل ما تلفظ في الطلاق مراكيش مطلقة ما زالك زوجتو شعال من المرة تروح غضبانا دار باباها تقعد عامين ما يجيش راجلها لان راجلها تلك يصيب المخاخلية لي ينصحه اختيك منها وبالك ما تروحش ليها وما تذلش روحك واذا روح لها تسمى ذلي تروحك ووحدة افضار انا هنا نجيب لك بنت عمك انا هنا نجيب لك بنت خالك طلق جدها انا نجيب لك واحدة شابة عليها اهويتاني كراجل وهي باباها بالاك يتولي ليه ارايكا ينظر باباك اراني هنا دعوة شرلو كانت تولي ليه ويمها طلقي من نور اراني جده انا نجيب لك اراني خطبك ما سألك صغيرة يعني كل واحد يصيب يصيب لي ينصحه النصائح تعشره ليعوذوا بالله ما للمراتع غضبانا لضرب بها عام عامين ثلاثة وبعد يقولوا لها خلاصة كم طلقا مادة مراجل مابان ماجا ماسك سعلك يعود يروحوا يزوجوا وعود يعوذوا بالله هذا هو الزنا بعينه بالاكو الطلاق لا يقع الا اذا تلفظ به الزوج ولا وقع في المحكمة يعني عند القاضي هذا هو الطالق اما خارج هذا المسائل هذه جاتني مراء واحدة لها مراء يا فنانة وفنانة جزائرية جابت لي ستين مليون قلت لي هاك ستين مليون باش طلقني من زوجي اعوذوا بالله وعلى قلت له الطلاق الطلاق كاشو كاشو مفتيق لا يطلقك من زوجك والطلاق بالدرام شد لي درامك عندك شكولي قال لك قلت لي واحد هو ابو خليطة قال لها جيبي لي ستين مليون انطلقك جابت ستين مليون مزياف الطريق قالت لا لا نوح للشيخ خير نعطي له ليه ستين مليون حان فاجأت والله اتفاجأت قصة وقعت عندي قلت لها شد لي درامك روحي للمحكمة اذا عندك مشكل مع زوجك واحد ما يطلقك قال لها جيبي لي ستين مليون وروحين انطلقك الله يهدي العباد الاخ الذي سألني من خنشلا الاخ الذي قال لي يحب أن تندير شركة معه وليد خويا هو يجيب دراهم الانساج وانا ندخل بالمحل وانديره مخبزة انا كنت تفتيت لك باللي حرام لان الاموال تعلانساج فيها ريبا ولكن الانا متنازل عن الريبا القرض ما هو لاش ريباوي ولا قرض حسن توكل على الله الاخ دع خنشلا اذا اقتمعني يا اصحاب خنشلا بالغول وروح دير المخبزة يا جوزو لك وجميع الشباب اللي يستمعوني مادم نحاو الريبا روحوا الدراهم اخدموا على روحكم اتكلوا على ربي ما تقعدوا تسناب ليحبي دير عيادة صحية في الاحلال مخبزة في الاحلال يعني دير اتكل على ربي الان راهي اموال حلال راهي دكالكورا في الشمكان تعكم سائلة تقول اكتشفت ان زميلتي في العمل وضعت لي سحرا يؤدي الى يبوسة شعري يا عوذ بالله وين هدى ويني وين شفتي سحري يخلي شعري بس يعني وتحوله الى اعمد يابسة كأنها حشيش شعرها ردة لها حشيش يا بس حر الامر الذي جعل زوجي ينفر مني ويكرهني وقد جربت كثيرا من هذه الغسولات شامبوان فلم تنفعني وقيل للابد لك من رقيا فهل هناك رقيا تجعل شعري جميلا يا اختي اتقي الله اتقي الله اسمعوش انا نقول لك واني نقول لك نصيحة لله ما كان حتى سحر يرد شعرك شعر السلك ويرد شعرك تعالحشيش هذه اوهام الشيطان يجيب لك اوهام هذا شعرك اش ما به مشكلة روحي ديري الزبدة على بال لا بال هذه الزبدة على بال ديريها في رأسك ساعة وبعده غسله بالمسخون يقول لي يا ما شاء الله ما شيته حي تخمه دايما استحاحها واحدا ما طيبش القدرة تاحا ما طيبش ما طارش طيب اوهام دارولي استحر تقعد شوف الفيلم تاع البريزيل حتى يتحرك لعشان يجي رجلها غضبا اوهام دارولي استحر طاحت في الدروت اوهام دارولي استحر شعرها يا يابس كي السلك كي لحشيش راح تحصل في صحبتها هذا الشيطان يدير لعداوة يدير لك عداوة هذه اللي تخدم معك ما عندها حتى علاقة روح انتي قومي ديري لا هذه الشامبونة قامة خرجوش عليك يخرج عليك حاجة احد اخرى سبحان الله ما شي بك سحر يعني قتلك ما شي مشكتك مع السحر وما دارولك حتى سحر ديري الزبدة على بال هاقدم يقولوا الزبدة على بالة يرخيصة تردلك شعرك ما شاء الله هذه نعمة عربي اذا سائلة نعم سائلة من وادي سوف اليوم لأسئلة راهية غير من الجانب تقول تطلقت بعد اربع سنوات من طلبي الذي تقدمت به الى المحكمة فكيف احسب العدة هذا سؤال مهم بارك الله فيك العدة تحسبيها منها حكمت لك المحكمة بطلاق اذا اذا زوجك ما تلفظش بطلاق اذا اذا الزوج تلفظ بطلاق العدة تحسبيها منها تلفظ الزوج بطلاق ماشي منها حكمت المحكمة نفترض راجل طلق مرته ومبعدها راحوا للمحكمة قاعدوا في المحكمة سانتين هنا لما راه راي خرجت من العدة لان العدة نحسبوها منها تلفظ الرجل بطلاق ماشي منها حكمة المحكمة اما اذا رجل ما تلفظش بطلاق ما طلقهاش راحوا للمحكمة يستنعوا حكم المحكمة يا قادي انظر انت في هذه القضية ولا المراهيال يا راحت للمحكمة طالبت التطليق هنا يا تحسب العدة منها حكمة المحكمة بطلاق ملتب تبدأ تحسب العدة لان الزوج لم يتلفظ بالطلاق الان عندنا قضية ريمة روحة جابوا لي قضية ومدابية العلماء والمشايخ والفقهاء ليشوفوا الحصة يشاركوا معنا ان شاء الله اذا الشيخ بندوينا تعوهران او يسمع فينا ولا الشيخ الباشير تعال المامونية ولا الشيخ بالقرد تعام عسكر ولا العلامة تعال المنيعة الشيخ عمران او يسمع ولا الشيخ مهية ولا مكركب ولا الشيخ قاهر ولا طهر عالجات ولا علماء الجزائر هم ما شاء الله وما شاء الله صحة مرائع عندي قضية راحت راجلها راجلها تلفظ بالطلاق تلفظ بالطلاق وراحوا للمحكمة المحكمة ما زال محكمتش معنتها راهي مطلقة شرعا غير مطلقة قانون يعني في نظر القانون ما رايش مطلقة قعدوا سنتين في المحكمة ما زال ما حكمتش هي راي مطلقة في الشريعة ما رايش مطلقة في القانون بعد سنتين خطبها إنسان عقدولها عليه عقدولها عليه خلاص عقدولها وادخل بها وراهي مرتو ولكنها قانون ما زال ما طلقتش في نظر الشريعة راي مطلقة وخرجت من العدة وراهي مزوجة في نظر القانون رأوا عندها زوج أزواج لأن رجلها وفعلها دعوا بلعندها زوج أزواج الزوج الأول ما رايش مطلقها قانونا والزوج الثاني يعني راي مصيبة في هذا الفوضى دعوا عندها